اليوم اذا بدي احكي عنك كديمقراطي انت اليوم وانت قدم يعني برنامج كسر الارض اللي هو بيديمقراطية وين الديمقراطية اليوم بيردودك على السوشيال ميديا انت اليوم تتقبل الاخر ليه بس شوف احكيتها ايه وراح ارجع عيدا عنها لما هادي الثورة خلقت حالة انحطاط تاريخ حياة لبنان ما مرأ فيها المجتمع اللبناني بها الانحطاط ولما ما عند عندهم محرمات لشي لا لا مراكز ولا لا مقامات ولا لا اعمار ولا لا عيال ولا لا شباب ولا لا مرضى وما عند عندهم احترام ولا قيمة لشي صارت هاللغة المبتزلة اللي بلا اخلاق لغتهم الوحيدة انا قررت احكيهم باللغة اللي بيفهموها يا خي انت اذا بتحكي انجليزي بحكيك الماني بدي احكيك انجليزي لا تفهم لانا انت عم تحكي انجليزي بس انا اذا كانت لغتك شوي منحطة انا ما بنزل للانحطاط انا بكبر انا منزلت والاول بكبر اذا انت عم تقول اوكي خي انا كبير مع الكبير ومع الازعر ازعر ماذا لازعر ولا انا انقل لك وهي مهد الخلاف وهي hoy الانذي لبدا انت شرب الخليل 28 سنة هماظة وعشرين سنة كل ما يكون فيه خطر أعملت اسم مرتب ايه وفوق اسم كتير مرتب اين ده الليぶ انا بحي ده اللينا كل ما بينقول حي ده اللي يا يا حبيبي اسم امرتب وشو بدي بيهود الزبالي ما بش بدي بها الزبالي هو انا اسم كتير مرتب وأنا بعرف مين وأنا بعرف تاريخي وبعرف ماضيه ما بني ندمان على شيء قوعد تفكر إنه في شي تغريدي بني مقتنع فيها بس عايب تقول رقاصة لبنت بلعكس لين بتعرفها بترقص ما حدا بيشتغل قدر رقاصات وبطلع مصاري وبياخد سيكساء قدر رقاصات تابل حدا يقول عن أي حدا من عائلتك رقاصة يقول إذا أثبتوا إذا شفوهن عم يرقصه إنت شفت عم ترقص وين شفت لديه فيديوهات ليش أنت ما بترقص بمحلات بحفلات أو بكذا أو بهاكي ما عطاريك رأسة الرنك هي رأسة على الرنك إعلامية متل وقفت سرأسة على الرنك عم بيسألك تهار خلصنا الثورة يعطيك العافية بس نحن نتمنى الثورة ترجع ما رح ترجع الثورة يمكن الثورة اللي أنت عم تفكر فيها ولا ثورة ما بيصير باللبنان ثورات لأنه ما في شعب ما في شعب في شعوب وفي طواقف وفي ملال وفي عشاير وفي عنصريات وفي أنجي أوز وفي زعران هاو ما بيعملوا شعب وهو ولا مرة بنشحوا الثورة شوفوا هني أداع ولك خبطوا بعضهم بيرح باللورويال هاو صوار هاو هاو دي كانوا بدون يشيلوا الحكام وهن يديروا البلد هاو إخديننا على شو بدي أقول لك لو هن رايحين الحمد لله الحمد لله الحمد لله إنه فشلة الثورة تم هاو دي يستلموا البلد فساد كل اللي بالسلطة ما بيوصل لفساد نص صوار لنص فساد الصوار تعرف هيدا اللحظة الانجي أوز هلا اللي عم يستلموا المساري من المسعادات قديش عم ينحكي عن سرقة مساري من جماعة الانجي أوز من النهو في مجال تقلي إيه همين في مجال تقلي إيه همين أه ما بدي فوت أنا بمتهت لحني مع الأجهزة الأمنية ومع القضاء شو هو ما كله داخل بعضه إيه همين لفتقول هيدا فاسق أنا بوصل لأجهزة الأمنية الأجهزة المختصة أمنية قضائية ومسؤولين إيه وكتير معلومات وصلتلي ووصلت للأشخاص المعنيين وعم وصلتها دايماً إنت اليوم مهدد أنا من مهدد إيه جاني شوى التهديدات عنبعتلي كلمرة تقرير من جهاز أمنية أولي انتبه من مين جهاز أمنية مرحل لك منو من ي Angelique και Agenda الأهمية 4 جهزة أمنية في europe 1 منهم 1 منهم شخصية ما أرد من drowned يقولون أنها تتعامل مع田 안�인 ما تقولون سياسيين أكيد جوابfight أنا أعطي الشأن العام والشأن للسياسي فقط يصل إلى الأجهزة الأمنية الاربعة اي معلومة عنه بيتصلوا هني فيه لانه بهموا ان يقاموا ما يصير فيه مشلي في حياة شخص بالتصلوا فيه وقالوا لي فيه فلان وفلان من اتباع الثورة واحد من بات هيكل والتاني انا حريحك ما باعدي فمتشين من قبل القوات والكتائب طلعوا واحد كتائبي واحد قوات عال ايه اجه التقرير يعني انت لهم هدد من القوات والكتائب وصلنا لهم الخبر اوكي لا ما عمقلك يمكن يكونوا عسا عيد فردي اوكي مسطيل ونجدب وجيني اعرفت وصلنا لهم الخبر هيدا الخطاب شو اسمه هلا جديب وهبل وكذا ليه ما بتكون ارقى وما بترد عليهم انا ارقى بس ما قلتلك ما تيفهمه اوكي اوكي اذا هيدا مجدوب ما قلت له مجدوب اعرفت قلت له انت خفيف العقل يمكن ما يفهمه قلت له مجدوب ما قلت له مجدوب أعرفت بعد ما قلت له مجدوب أعرفت اليوم خسرت اليوم شرب الخليل انتهى انا ما حدا بينهيني انا متل ما انا انسان عصامي صنعت نفسي انا هلأ نيه بأعلى مكان وصلت له بهالثمانة وعشرين سنة شغل ومن هون عندي انطلاقة جديدة وقريبة رح تشوفها انا ما بخلص انا ما بنتهي بس في الله يخلصك في الله ينهيك بلحظة لا مش تليفزيون اي 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 اكيد الاعمار بيد الله هو الخالق وهو بيخد امان توسعة الي بده انا مش تليفزيون بينهينه واللي عم نشوفه يعني انه هني اصحاب التليفزيون